في هذا الفيديو تتعرفون على مفهوم المعدل هناك الكثير من الأمثلة على المعدل لابد أنكم تعرضتم لها في حياتكم اليومية مثلاً عندما تركبون سيارة وتنظرون إلى عداد السرعة وتجدونه يشير إلى 35 MPH أو KMH تمثل MPH اختصاراً لميل في الساعة وKMH اختصاراً لكيلو متر في الساعة هذا يبين كميلاً تقطع السيارة في الساعة إذا حافظت على معدل سرعتها المعدل إذن يصلح لقياس السرعة يمكنكم فهم ذلك بطريقة أخرى كم وحدة مسافة تقطعها السيارة في وحدة زمن عادة تستخدمون المعدل في وصف عمل أو حركة الأشياء وربطها بالزمن ليس شرطاً أن يكون الحديث عن المسافة كما في مثال السيارة هذا قد يكون مثلاً معدلاً للدخل افترضوا مثلاً أن دخل شخص ما عشرة دولارات في الساعة المعدل هنا يبين كم يتقاض الشخص مالاً في الساعة على الرغم من أن المعدل يرتبط عادةً بوحدات الزمن كما في المثالين السابقين فهنا يوضح علاقة المسافة المقطوعة بالزمن وهنا يبين دخل الفرد في الساعة لكنه ليس من الشرط أن يرتبط المعدل بالزمن وحده هناك العديد من الأمثلة المختلفة الأخرى على المعدل مثلاً هذه كعكة تحتوي على مئتي سعرة حرارية كالوري لكل قطعة في هذه الحالة يمثل المعدل عدد السعرات الحرارية لكل قطعة من الكعكة هذا يعني لو كان لديكم قطعتين من هذه الكعكة فإنهما تحتويان على أربعمائة سعرة حرارية ينطبق هذا على الأمثلة السابقة لو سقتم السيارة لمدة ساعتين تقطعون سبعين ميلاً ولو عمل الشخص ساعتين يتقاضى عشرين درهماً وهكذا يمكنكم فهم المعدل بهذه الطريقة المباشرة والبسيطة إنه يوضح العلاقة بين حدوث أمر ما بالتزامن مع حدوث أمر آخر يمكنكم كتابة المعدل على شكل نسبة إنهما مفهومان قريبان من بعضهما ويمثلان الفكرة نفسها تقريباً المعدل في هذه الحالة على سبيل المثال هو خمسة وثلاثون ميلاً في الساعة وذلك لا يختلف عن قولكم أن نسبة الأميال إلى عدد الساعات تساوي خمسة وثلاثين إلى واحد إذن هكذا تكتبون النسبة أو هكذا خمسة وثلاثون على واحد وأحياناً قد تجدون النسبة مكتوبة بهذا الشكل خمسة وثلاثون ميلاً على واحد ساعة هذه الطريقة تبين لكم أن النسبة تشبه المعدل كثيراً لأنه يمكنكم التعبير عن هذه النسبة هكذا خمسة وثلاثون ميلاً في الساعة أصبحتم تعلمون أن المعدل والنسبة مفهومان متشابهان إلى حد بعيد مثال الكعكة أيضاً يوضح لكم ذلك لو عرفتم النسبة بين عدد السعرات الحرارية وعدد القطع تستطيعون عندها التعبير عن ذلك على شكل معدل والعكس صحيح قد تسألون عن أهمية المعدل وحسابه فكروا في الأمر المعدل على سبيل المثال يمكنكم من قياس سرعة حدوث الأشياء وإعطاء قيمة لها يمكنكم بالطبع معرفة من منكم أسرع من الآخر حتى دون حساب المعدل ولكنكم لن تكونوا قادرين على تحديد الفرق في السرعة بالأرقام لذلك يساعدكم المعدل على قياس السرعة والفرق بين سرعة الأشياء ويعطيكم النتيجة بالأرقام خذوا مثال الكعكة يسمح لكم معدل بمقارنة عدد السعرات الحرارية التي تحصلون عليها عند تناولكم قطعة أو أكثر من الكعكة ويمكنكم من حساب عدد السعرات أما دون حساب المعدل تستطيعون فقط القول أن السعرات في قطعة مثلا أكثر من السعرات في قطعتين يدخل مفهوم المعدل في الرياضيات بشكل واسع فهو أساسي في علم الجبر لأنه يمكنكم من قياس التغير في المحور الرأسي بالنسبة إلى التغير في المحور الأوفقي وهو ما يسمى بالميل كذلك تستخدمون المعدل لاحقا بشكل كبير في حساب التفاضل والتكامل فهو يعتمد كثيرا عليه لأنه قائم على حساب معدل التغير لو انتبهتم إلى التفاصيل في حياتكم اليومية تجدون أن المعدل يدخل بشكل أساسي بالكثير من الأشياء التي تشهدونها وتتعاملون معها هكذا تكونون قد تعرفتم على المعدل وأهميته في أكثر من جانب في الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر